اذا ركت عيشي او لك تدزم شي مرحلة اللي يسيل بيه في حياتك اليوم اجي نشارك معاك حكاية اللي غادي تعطيك امل في ربي وغادي تزيد محبتك ليه اللي ربما حييدليك شي حاجة ماشي من نصيب ديالك واللي منمورها واحد اللطف اللي هو عظيم وخفي ولكن اذا اعطاك ادهشك بعطائه الحكاية اللي كيف سمعتها ما ترددش ولا وثانية انني نشاركها معاكم اليوم قبل غدا ما تمشوفين وبقاوا معايا سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميليك كنتم عليكم تكونوا بخير وعلى خير اموركم هني حوالكم طيبة زيدوا صبروا عليها وثاني اليوم الى انه تحسن الحالة ديالي ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا بخير وعلى خير كيف العادة المؤنسة ديالكم دائما معكم وابدا في الوحدة ديالكم ان شاء الله اذا كنتم في الكزينة الله يعينكم اذا كنتم كانت ترتاحوا الله يعينكم واينما كنتم للمرة الثالثة الله يعينكم فأخيرا ما نتعطلوش أكثر لأنه وأنا متشوقها باش نعود لكم هاد الحكاية دي اليوم ولكن قبل ما نبدو ما تنسوش وما تبخلوش شريب أنكم تخطو على زر الإعجاب لما تكلفكم حتى شي موجود وذا بغادي نقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا سيدرة اليوم بغيت نعود لكم قصي لهذا فن واحد اللي بها بغيت نطلع لإيجابي لشي إنسانة فقد الأمل وتبرد لها شي شوي على قلبها دست من طفولة سليمة وكل شي كان زيال الحمد لله لكن ما كتهمش غدي ندخل لكم مباشرة في المرحلة تعزواجي تعرفت على رجلي وانا عندي 17 سنة هو أكبر مني بعشر سنين بقينا مدة وإحنا مخطوبين حتى تدر 22 سنة وتجمعنا هو ساكنة الخارج لحقت عليه ديك السنوات جاء الخطوبة خلتنا أننا نتعارفوا على بعضياتنا أكثر ونتفهموا ونتبغوا من بعد ما تدوجنا ملقناش مشكل في الخلافات لأننا دوزناهم في المرحلة اللولة ديالتعارف اللي كانت في الخطوبة تدوج بوحد الشخص لبينتنا الحب والاحترام سنة ثانية من زواجي عاد غدي نحمل ولكن قبل حاولنا أننا غدي ندوز عند الأطباء علاش لأنه ببساطة ما قدرج أنني نحمل من الأشهر اللولين دوزنا خمسة ديالأطباء لكلهم كانوا تيعطونا فحوصات وتحاليل وكانوا يقولون لنا بأنه لا لدينا حتى شيئا هي غير مسألة وقص ومازال مكتب كانوا يقولون لي أيضا بأنه مازال بقا صغيرة وخاصنا نعطي فرصة للوقص حتى المنبعد ويديروا لي المنشطات أما دابا رابق علي الحال فعلا مشيت ونسيت الأمر وهنا في نكتاب ونحمل في عامي الثاني ترتل اسمه بالفرحة يومين اللولة مني نساقط الخبار بديت كان نقلب على كيفاش نفرش بيدي النعاس ديالبيبي وتشو وقت شنو هو الجنس ديالبيبي شو غادي يكون لكن للأسف ما كنت مشي غير في ما مش شكل الله في شهري اللول انت حمالتي مطولات شدرت إجهاض غلق راسي بلي أنني كان نزف وسخفت ادوني عن طبيب وكنت كانت ناع على آمل أنه يقول لي بلي أنه خاصني فقط الراحة وما كنتش متوقعه أنه يذكر لي الإجهاض بكيت حتى شبعت وما كانش معروف السبب أنا ذاك كيف قالوا لي بلي أنه وقع لي بحال أغلب يدي النساء في الحمل ديالهم اللول أنهم كيجهدوا لوحد السبب لي هو خير معروف لكن بالإيجابية ديال هائلة والسند ديال راجلي في الظرف أسبوع تناسيت قربت نسالي سنة على هذا الحدث وكنت نحس برصيب اللي أنني ما قدرش نتنفس مزيان وبحيلة قلت لي شي حد فوق من صدر ديالي كنت كان نهضر مع أختي وكان شكي عليها حتى غادي تقتر حاليا أنني مشي عن الطبيب نشوف شنو هو السبب غادي نكتفي باش أنني نعيد لي قال لي يا ربما راكمت ترى أو لا بالك مع الحمالة وبغاف وقاش تحملي لما آخره ديال يومين وبدأت عني كان نحس بللي أنه هذا رغم ما شغير توتور ولكن شي حاجة مشي هي هذيك في الدهس ديالي مشيت عن الطبيب وغادي ديروا لي الراديو وغادي تفاجأوا قالوا لي بللي أن هورا عندي المفرية أنا تصدمت ديك الساحة قالوا لي خاصنا نديروا ليك واحد دواء وما عاف شاشنو قلت لهم سمحوا لي ولكن أنا حاليا الدورة الشهرية ديالي مع طليا بيومين وانا ذاك كنت شكيت يا كما أنا حاملة قالوا لي وخا عاشي ما هو سيدرة غادي نديروا ليكوغرافي يالولا قلت لدك الدكتور واش ما كيباش لك أنه من الأحسن نديروا التحاليل لأنه يالله يومين باش تغطلت عليها طبيب ما بغاش حيتاش بحيلة فهمت عليه قال لي لا غادي نديروا ليكوغرافي من بعد قال لي هم هل لي كنت لك ربما كينش حامل ديك الساعة جتني بحيلة شي حد كبع لي السطل ديال المابارد جتني سدماء لأنه نفسيا كنت قلت يومين لتعطلت لي في هالدورة غادي نكون ربما حاملة رجعني لواحد القاعة وقالوا لي بللي أنه غادي نديروا ليك واحد عملية اللي فيها غادي نبدوا نخرجوا ليك لما من رئيسك بدأوا يديروا لي ذلك التحاليل شو يجا عن الطبيب وغادي يقول لي سيدرا سمحي لينا راح نغلطنا لك راكنت بالصح حاملة والتحاليل بينات لنا هالشي درت عن درجلي وقلت له شفتي قلت هالك راني كنت حاسة قلت له ايو هاد ليبرال اللي درت لي يا دكتور ووش ما عندهاش تأثير على الحمالة تأثير لي غادي يكون يا إما الحمالة يا غادي تكمل يا إما غادي توقف قلت دوك الأيام عندهم السبيطار وأنا ما كنتش حاسة بلانا وعندي شي ما في الريا بلي كله مع واش حمالتي غادي تكمل او لا لا خرجت من الطبيب مشيت للدار وتزاد علي الحال ورجعت لعنده دوزو لي على ذاك المال اللي كان عندي في الريا فين وصل واش نقص واش تزاد وفي نفس الوقت تيشوفوا لي الحمالة ديالي فين حتى هي واصلة تأزمت وأنا عندهم في ذاك السبيطار وعائلتي تيبكي وعليا وكان سمع غير المفرية فين ما زيت التليفون وما عرفاش الخطورة ديالات شي الحمد لله من بعد بريت وحمالتي صافي وأخيرا يربي راستقرات وعرفت الجنسة الجنين اللي كان ذاكار وطرنا بالفرحة أنا ورجلي وقررنا باش أننا نسميه أحمد على اسم أب راجلي شريت الحوايج البوسيت وكل شي وجه تقبل الوقت في الآخر دياست شهور ديالي بديت كن حلم كن كل ليلة حلمات لي ما كانوش مزيانين كنت كان حلم بحل شي مرة كتت تضرب لي فكرش وكت تقول لي ما غاديش نخليك مرة تضربني بموس مرة تضربني بيت ديالة أنا كنت كن نوض مفزوعة وكان عوضة هالا راجلي وكيقول لي نحلي الشيطان داس بالطبط أربع هيام غادي نكون نعسى بالليل ما بيا معلية حتى كي يجيني الحراق ديال دنيا والدين علما أنني ما كنت متوترة ومهزيتش تقلي من قبل ومجهد تراسي محتاجي حيرة جدني الحريق ترطقت لي اسقية في يقت رجلي وانا مخلوعه وما زال ما دخلش انا ذاك شهري مشينا عن طبيب وهادي اول حمالة ديالي اللي كان طولات وانا ما فاهمه والو كنت نقول امكن ترطقت لي اسقية غادي نكمل حمالتي او لا غادي نبقى عندهم في صباح تنولي بخير جات الصاج فام كتدلي ليكوغافي البيبي حتى كتتسطم وكتقول لي يا بللي انه البيبي ديالك موقف لي قلبه رجلي طاح سخف ايام شكا تجري كتسعيت على الطبيب فاش دخلوش فرمليات وشافو رجلي طايح في الارض وكرش كبيرة جاب ليهم الله بلانا وشي وحده جات باش تولد وبالتوتور طاح رجلها وصف ادي قصة لي فهمو ولكن ما كانش عند بالهم بللي انهو بالصدمة طاح وبدووك يضحكوك يقولوا ليه لا مرتكرة غادي نتطلو فيها ما تخافش رجع الاباء تيكونوا بحلاكة كيتخلع نهار ديالي الليولادة ما قدرناش نخرجو من فهمونا باللي انهو راما بقاوالو من مراها بقيت يومين عن الطبيب كيتسنوني حلا اساس انني نولد قالوا لي يا من الاحسن اننا ما ندروش لك العملية وغادي نخليك حتياجيك الوجاع الطبيعي يومين اللي تسنت عن الطبيب كنت كانتسنى انهم يجوا ويقولوا لي لا را خير غلطنا ورا الطرابي ديالك را بنروح مازال انا مرا مرا وشكي تخيل ليه ولا الله اعلم كنت نقول الرجيب اللي انني كنحس بالركيلات ديال بايبي ديالي فكرشي لا را مازال بقي عايش نهار الثالث قالوا لي خادي نديلوليك حرق اصطناعي باش انك تولدي شو غادي نقول لكم اخوتي واحد شعور لي كان صعيب لانا وانتي كتولدي الناس اللي حتهم في الغرف حدايا تولدو وكتسمعي ذيك الغوطة ديال بايبي ديالهم الفرحة كملت لهم لكن في الحالة ديالي عييت انا من غوط في الاخير البيبي كيخرج بلا صوت الدوة تيجر لي وقالوا لي يا بلي انهم من مصلحتك ما تشوفيش دابونتي في هذه الحالة بكيت حتى عييت من بعد فاش طلعوني البيتي جول عندي وقالوا لي يا سيدرا اذا بغتي تشوفيه دابا راحنا مستعدين طبعا راني بغيت شفتو كان صغيور بالحال حق كان كامل مكمول بكيت وكنت كان تمنى انني متلاش ديك اللحظة من مراها بقيت متبع عن الطبيب نفسي ما غاديش نقول لكم باللي انه نفعني في شي حاجة لا هو كنت غير كان نعود لي غير ذلك الشي اللي ما كنش قداه انني نعود ورشي وحده اخر لانه البسيكولوج عندي بلي انه غادي انساني من بعد وما غاديش يديل ياشي ندره خيبة فكنت كان دويب اريحيا بدون ما انهو كنقول غادي يفكر عليها اما القضية دي الحلماء فاقلت ما غاديش نعمر بها راسي وربما غير صدفة وصاف عودتها الختي قلت لي يديري الاذكار دي الكورة غير الشيطان هادا كنعلي الشيطان صاف فاقلت الايام وابديت كامشي عن طبابة ديالي وكان قول لي راني بغيت نحمل كتقول لي خاص كل وقت وخاص الجسم ديالك انهو يرتاح وحتى نفسيه كذلك لا دكتورا نفسيتي باش ترتاح خاصها ضروري انها تحمل بقى كان عقل واحد النهار بقى كتقول لي يا واسيدرة شو في حالتك ما كتديهاش في راسك كان عقل عليك من ديما انكي كتبسي مزيان وضحكة وده بحتي حويجك ملابسه مش مقدين وباقسه مع راسك كبرتي راسك غير بهاد الحالة اللي حطتي فيها راسك اليوم لا دكتورا انا مستحيل انتقد خاص نحمله واحد اخرى اللي تعوضني على دوكلفاته ومع ذلك ما بغتش قلت لي المصلحتك غدي نخليك تحملي طبيعي مشيت بدلت الطباب فاشهبط المغرب غدي نمشي عند واحد اخرى اللي اعطتني منشطات وننديرهم وهنا فين غدي نحمل للمرة الثالثة قلت هاد النوبة هادي ما غديش ننوض ما غديش نتحرك ما غديش ندير الشغل وغدي نبقى غير ناسا لانه في حملتي الثانية قالوا ليابلي انه هو الرحيم ديلك ما كيستحملش الوزن التقيل دكشي باش ترابي غدي يوصل لواحد الوزن وغدي تفتح ليك الوالدة ديلك وغدي تولدي قبل الوقت غي يخصيك الراحة وكنترول كل اسبوع ونشوف لي كل شيء قلت صافي انا ما غدي ندير والو اعرفت الجنس انتع البيبي باللي انه هو ذكر وقلت صافي خدي نسميه احمد وان شاء الله غدي نولد في الشهر الفلاني وفي الصف غدي يكون معي ان شاء الله احمد ولدي ونفس الشيء كيتعاود واحد نهرتا نحلم باللي انه هو مره جيبة غتخشي لياموس في كرشو كاد قولي يوالله ما نخليليك وكانت ادافع ليه وانا كنت كانت تخبه من مره وتي غوت عليها ولكن وخبه كانت ادافع ليه قدرت انها تضربني وبكيت في ذيك الحلمة بكيت بحيلة كنت عارفها راسي باللي انني كان حلم جاني احساس انه عاوتاني هاد المرة غي يزع لي ذاك الشيء اللي فات فاش فقط ما قدرتش نعاود هالراجلي قلت خدي تحقق من الاحسن انني نسكت سوف نقول لكم واحد اليومين وسوف يوقع ليه نفس الحاجة كنت نعسى سوف ننفيق باش انا ننصلي الفجر ولكن ما قدرتش نكمل خطوه دياري وبقيت كان غوت بالحريق داني راجلي تيجري بيه فاش وصلت قال لي يا سيدرا الوالدة ديارك مفتوحة عشرة سنتيم ولكن كيفاش مفتوحة لهذه الدراجة كاملة وانتغل الباحجة يدوزتي وكل شي مزيان كيفاش يوقع لي هذا الامر قالوا لي يا مني نسقيه ما ترتقاتش ليك غادي نخلي واحدة الترتق وغادي نولدك حي تشمل احسن الجنين يبقى كتر في كرشك لانه نهار وزيد فيه لاني كنت تقريبا دخلت في شهري السابع داروا لي واحد الي برانت عريه باش اذا خرج ترابي يقدر يصبر ودازت 36 ساعة وغادي نولد وهذا المرة الحمد لله خرج بالروح ديالي وزوه تيجري بيه لكوفز قال لي يا طبيب راه ولدك احمد بخير كيتنفس مزيان انا وراجلي حنقنا بعضياتنا وبكينا وقلنا الحمد لله ماما وبابا جاءوا عندي من المغرب ووقفوا معنا في هاد الازمة وبكاوا وبديت كان قوليهم واش انا مرات هاد الشي وفرحانة وانتو ما كتبكيوا انا صافي هاد الليلة عاد غاد نرتاح وغايجيني النعاس نعزت مرتاح حتى الصباح شوي غايجين دي الطبيب مع الثمانية اتي قولي يا واش بغيتي ولدك يموت لك في الدك راح جاجده بك يحتضر اولي تصدمت ومعرفش باش تبليت قلت لي لا بغيتي يموت مبيني دي شنو واقع شنو كين طلعت وانا كانت تفكر غير ذيك المرأة اللي ضربت لي كرشي ازيت ولدي وابنت نقول لي اذا كان شي وحدة فعلا بغتني نعيش هاد اللحظة هادي اراني ما نسمحش لي على دنيا ولا اخيرا اذا كانت شي وحدة سبابي فهذا الشيان اللي كان عيشه اليوم اراني ما نسمحش لي وابغي تربيده وقل يا قلت لولدي تنبغيك بزاف عمرني ما غادي نساك وراك غادي تمشي تلقى بخوك انتو مراكم في الكفالة دي سيدة نصارى و سيدنا ابراهيم في الجنة بكيت و الدموع كانو كيه بطول يسخان على الوجنتين ديولي جا عندنا واحد طبيب لي هو يهودي وقال لنا احنا في الدين دينا عندنا واحد العادة كان ديروها في الموت نتعشي حد انتو ماشنون كتديرو قال لي راجلي احنا تنصلي ونادو ويصلي انا بقد تمكي وبقد شدف ولدي احتمات خرج من طبيب وحتاش حاجة ما كانت كتبرد علي من غير انني نشوف فيديوهات على الاجر دي الناس اللي كي يصبروا وكي يموتوا لهم وليداتهم من هنا عرفت باللي انا ولاد المسلمين اللي تيموتوا وهم صغار تيكونوا كيتسنوهم في الجنة وكي عرفوهم كتر من ولادهم اللي عاشوا معهم في الدنيا كنت نسمع هاد الشي وكان كي يبرد علي وكنت كل يومين كان مشي للقبر كان دوي معا ولادي وكانقول يا ربي يصبرني دفنتهم هنا في الخارج مع الفئة المسلمة قطعت علاقتي معا كل شي وبدلت النمرة ديالي وما بقيت كان دوي معا حتى شي حد ولا نتلقى بحت شي حد ما بقيش كان مشي نبركة للولادة ولا نحضر في العيد ميلادات ما بقيتش أصلا كان هادر معا صحابتي كنت هادرت معا وحدا وقالت لي يا راجلني لوحم صعيب وانا كانت توحم دابا أنا ديك الساعة بدلت النمرة وبحال هاد الكلام هو اللي كنت كان عاود للبسيكولوج حيزاش ما غاديش يقول لي يا انتي راكي محسادة ولا مغيارة قطعت علاقتي معا كل شي وكان قارارا مزيان أنا ذاك ولقيت راحتي وكان نظر غير معا ماما ومعا أخوتي فهد الوقت بديت كان عاود لختي على ذوك الحلمات وباللي واش ماجاكش غريب أنه كان حلم نفس الحاجة كل مرة كان فقط فيها ولدي قلت لي يا واخليني نسول إذا شي حد تعرف لي فسر لنا هاد الاحلام فعل لقى واحد سيد لتي دي الرقية وعنده الباراكة قال لي هم عطوها النمرة ديالي وتتوصلوا معايا عيطنا لي هانا وراجلي وحكينا لي الحلمة وشنو كانت يوقع من مراها شوي قال لي يا قريلي واحد السورة من القرآن واللي كانت سورة الإخلاص بدت قراءها وحسيت بالبكية وبدت كان بكي وفي الأخير ديال المكالمة قال لي نا واش عندكم فلانة راه يلي دات لكم شي حاجة حنات صدمنا وهذه كانت آخر مكالمة قال لي نا مرة جاية غادي نتصل بكم أو لا إذا كنتوا جاي المغريب أجيوا للمدينة الفلانية باش أنا ننطلقاو أنا ديك الساعة بدت كنفكر دابة هدا ليتي قولي يا فلانة هي لي دات لك يعني راد الجال ماشي راقي ما تيدويش بالقرآن أهضرت مع أختي وقلت لها شوفي شنو قال هذا راه اتم حيث اش يمكن يا شواف قلت لي الله احنا ما تنعرفوش على هاد الشي ولكن دابة نزيد نسول عليه فعلا نسول عليه هو القوب لي أنا وحتش حد ما قال فيش حاجة لماشي هي هادك من بعد بطن المغريب ومشينا للمدينة فين هو كين أنا وخائك بقات عندي واحد نقطة في قلبي خفت لي كون دك شلي داير نتع الدجل من مراها جاتني الفكرة انتع أنني نصلي صلاة الاستخارة صليتها النهار لوه نهار ثاني نهار ثالث كان هو الموعيد اللي عندنا معاه صليت الاستخارة بكل قلبي النهار اللي درنا معاه دوينا ليه بالصباح قالينا العشية مع ربعة ونص أجو البلطة الفلانية بقينا كانت سنو فجأة قبل الموعد ديلنا بساعة غدي عيط وغدي يقول لنا سمحوا لي يا راه خرجت لي واحد الحاجة ضرورية ما غديش نقدر نجي صراحة كدبش عديكم فرحت وقلت الحمد لله لانا ربي استجب ليه وعرفت قوة الاستخارة انت ربما اليوم كاتمشيت يا صاحبتك او لا شي عاليم او لا ايا كان عفاك رشدني ووريني ولكن صلاة الاستخارة عظيمة والنتيجة دي لك تبان في البلاطة وحاشا ربيوش انا وما يجاوبكش يا اما كي يتسر يا اما تيحكس ليك يا اما كي يعطيك جواب في منامة انا تعكست ليه وما مشيتش وقلت اذا دك السيد مكانش فيه خير وماشي يفقه كيف مما كيدداعي مشينا المدينة عند وليديه ونفسيتي تحت السفر رجلي قال ليه كان عرف واحد السيد مزيان قد ضبه امتقي الله كله كله حكام اذا انت مبرزتين قدوك الحلمات غادي نمشي ونحكي وليه يقدر يفيد نفسي حاجة ربما الله اعلم فعلا مشينا تلاقيناه وبدست نحكي ليه وقال ليه يا بنتي انا حاس بك بلي انك عمرك كلك بطاقة سيل بياه وبقت اعطينا كلام على الصبر ويشحننا بالايجابية وربي ما زال غادي رزقكم وحنا واقفين باش نمشيو في حالنا غادي يقول ليه واش كي يعجبك التوام قلت ليه ايه وتبغي التوام سكت وستغفر الله مضنيتش الخير في مولانا بقيت كان اقول مع بالي علي انا يقدر يكون عندي اصلا التوام اعود قال ليه واش بغي يكون عندك التوام ابنتي انا بقيت سكتا شوية قلت ليه اه اللي خرجت ليه خير بالزز سيقول ليه يديه اسمه ويقول سير الله يرزقكم التوام اخرش انا وراجلي تنضحكو كنستغربو وقلت ليه مسكين تيدعي لنا بالتوام قال لي يا راجلي وراه هو ما عارفكش مسكين ما عارش بلي انا ورحمك ما كيستحملش تقل وما غادي شي يقدع له حتى واحد فما ادراك بزوج من تماما مشي دوست عن الطبيب واحد اخر تماما في المغرب وطلبت منه منشطات ورجعنا في حالنا البلادنا هذا السيد اللي كنا عنده كان قل ليه نهار غادي تحملي ما تنسيش الاذكار ديولك بالليل وبالنهار وما تنسيش صورة البقرة باش انك تحمي راسك فعلا شريت مو الشريطات ورجعت بحالي لبلادي وجات نهار عارفة ذاك النهار اللي فيه الناس مشغولين بالسياق والطياب والشراء انا وجدت الادعية ديالي شديت لقبلانا وراجلي وبيت كان ندعي كان ندعي وكان بكي ولي علمي كو مش حال من مرة كنت كان بكي فوق من صليتي بالليل حتى كان حسب راسي غادي نسخف ويديني العاس ولكن ذاك النهار ديال عارفة جاني يوم اللي كان خاص وعنده دوق وحد اخر ما كاملة الشهر القيت راسي حاملة قلت لرجلي غا نمشي عند واحد طبيبة اللي قالوا لي يعليها باللي انها احسن وحدة انتعى النساء اللي عندهم مشاكي في الحبالة ديالهم قلت سافي غادي نمشي عندها وغادي نعود لها كل شي ونقول لي انا حاملة قلت لها القصة وقلت لي لا الناس اللي عندهم بحال هاد المشاكل ما تيدوزوش عن طبيبة بحالي ولكن تتبعوا في صبيطار لكن قبل اجين ديالك ليكوغافي فاجرتهم لي قلت لي انا تنشوف باللي انا وعندك توام عرفتوش نوتراليا هي كتدري ليكوغافي وانا جاني الحماق ديال اللي بكا ساليت الموعيد ديالي معاها خرجت الزنقة لواحد الدرجة وقلست فيها وعطتها اللي بكا ما حلتين بكل الفرحة ولا الخوف ولا هدشرة ما غاديش يكمل مشيت للضارعية للصبيطار الكبير اللي اصلا عارفين اسمي غير بشنو كان وقع لي قلت لي هم انا عاوتاني حاملة وخاصني انتبع معاكم اعطوني الموعد على اسبوع ونهار مشيت قلت لي ها را نهار ستعديت باش انا يحمل مشيت عن طبابة فلانية وقلت لي را عندك توام لا ما يمكنش راح يمدينك ما يستحملش بلاتي انا غادي نشوفلك غير هي شافت ضربات فرصها قلت لي ها شنو كاين قلت لي ها ما عندك شهر زوجتوام عندك ثلاثة يا الهي والصدمة كانت كبارة مني ايوه 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 را عملي مستحيل را عندك زوجتوام حقيقي والثالث توقام ولكن بدونك بوحدته شو ها سيدر دبو دكتورة بالك أنهم سيدرانj سنطلق كدري ثلاث شهر وقد انحيدو لك هذه اللي بدونك بوحده ضروري حتى نوصل إلى ثلاث شهر ايوه ضروري ورا ها الدكتورة سيكون ديدوه الرجلات ورهيض ها سيكون كامل ايوه ولكن ما يمكنش لك نحيدو هذه الثالث اللي بدونك ونخد لك التوقام خرجتانبكي ورجعت الطرق كل الهوانة انا ورجلي قلت لي مستحيل دير هذه عاليوه يجعلهم يموتوا بثلاثة بهم ولم يقتلوا واحد باش انهم يعيشوا زوج لا مستحيل اذا ربي يكمل عليها على خير مثلا واش بدك نشوف التوأم بزوج وانا عارفة بلي ان انا قتلت اخوهم باش هم ما يعيشوا رجعت في حالي الضاري كان بكي دو كل ايام ما عودت لحتاش يحدش نواقع لا من عائلتي ولا من عائلتي راجلي مش هلا شي حاجة ولكن ما بغيش نسبق الفرحة بلي لا بقيت سكتا اعطتنا الطبيبة موعد نتاع بعد اسبوعين ونحاوض ونرجع لعندها ارجعنا عندها وحيش ربي ما بغاش يحطني في ذاك الموقف ان انتحداها ويكون شي خطر عليها قلت لي بلي انه التوأم الثالث توقف القلب دياله مكملش والتوأم الحقيقي اللي في نفس المشيمة كل شيرا عنده مازار بقي مزيان بقيت في ذاك الحمالة ديالي كثير من خوفانة ولكن صورة البقرة يوميا صورة مر يوميا والاذكار دي الصباح والمساء ما تيخطونيش صافي كانت دي يا حياتي وتنقول الحمد لله وان شاء الله هاد الحمالة غادي تكمل ولكن نفسيتي كانت تحت السفر لانه وكنت خوفانة وكان الحرق تيجيني بزاف خادجي يا السبطار سبحان الله فشو صدت نفس اسابيع الحمالة الثانية والثالثة غيوقع لي نفس الشيء انه الولدة ديالي كتبغي تفتح والبيبي كيبغي يهبط والحرق تيجيني كيدخلوني لقاعة الولادة وان بعد غادي ديروا لي واحد الابرة اللي قالوا لي عليها باللي انا اخر فرصة باش انها توقف لك الحرق والحمد لله غادي نتجاوب مع ذيك الابرة قالوا لي وكأنه ذاتك تعود تذكر الاحداث اللي تروا معها في الحمالات اللي فاتوا بقيت 4 شهور وانا عن الطبيب حتى النهار جات كورونا منعو علينا الزيارة حتى ديال رجلي ما بقيتش نشوفه بقيت عندهم اسبوعين ببوحدي بغيت نحماق بقيت نبكي ونقول لهم بغيت نخرج خرجوني وهنايا غادي نحلم بنفس المرأة شافت فيي وقات لي يا فيك سبعة ديال الرواح وخبرات ما قاستني موالوا فقت مخلوعة طبيعة الحال ماقدرش نفيق رجلي بقيت خايفة عندك وقالي نفس الحاجة الحاجة الوحيدة اللي كانت مصبراني انني كنت نقول بلي انا وهاد النوبة ما ضربتنيش وكملت على قرايتي ديال القرآن للأذكار والأدعية والحمد لله جنهار لدسنة وسنين مشيت ولدت بالفتيح لانهو تعصرات الولادة الطبيعية جالي وشفت ولداتي بصحام زيانة وفرحت بزاف بهم كل شي فرح لي من قريب وبعيد اللي كان عارف قصي هاللي تعيت لي ويبكي حيش حتى شي حد ما كان عارف بلي انا وعندي توأم اليوم ولداتي عندهم واربع سنين وزدت ولدت من موراهم الوليد الثالث اللي قرر بيكمل اليوم ثلاث سنين والحمد لله اللي يرضقي كل محروم اللي غادي نقول اللي بنات كلهم انهم عيشوا حياتكم بوي طولها وعرضها وخصوصا لي مازال مارتقاش ربي بغيت نقول لكم عيشوا ديك اللحظة لي مازال مارتقتكمش فيها مولانا بفضل الدعاء دي العارفة كان حسبهم بفضل كبير لانه وتدرعت فيهم بزاف وبكيت ودعيت يا ربي اركت تعطي لي وليدات النصارة الكافر اليهودي للناس اللي يسيبوهم في الزناقي وانا يا ربي بغيتهم غير زيادة في امة سيدنا محمد وش ما غاديش شعطهم ليا انا كان ترجعك يا ربي وكان بكي ونقول لي يا ربي اكت تحب العبد الملحاح انا كلح عليك يا مولانا حاجة واحدة اخرى الحمد لله اني ما تبعتش مع ذاك الفقه فاشقال لي رافلا ندارت ليك وبقت نقلب على الدواء حتى نخسر مع ربي ونزيدكم على فضل صلاة الاستخارة ما تخليوهاش مهما كان الموضوع ديالك استشري مع ربي راكي ما خسرت تاشي حاجة انا رجلي اليوم عشر سنين باش تزوجنا والحمد لله ربي لقاني مع انسان اللي يصبر عليها في التقلبات المزاجية ديالي وفي حالتي النفسية اللي كنت وصلت لها حتى هو مرض بالحق الراجل تيكون قاسح ما تيخرش وما كانش كيبغي يزيد عليا وكان كيحسبي ويتفهمني وشد لي الخاطر ومعي يشتغي بغيت نقول لي شكرا والحمد لله وهذه هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية سيدريا يا سيدريا يا كرام خسكم تعرفوا بلي انا ربي ما تيضيح تشي حد والعوض دياله عزيز اذا حل غمرك بالسرور والرضى حتى تكاد انك تنسى طعم المر لذقته ربي ما تيهملكش وما تينساكش هو عارف بلي انك كتنى وانت مؤمن محسن الظن به هو غير امتحان وكيدوس كتشوف العسير يسير حيث عارف من قلبك بلي ان الله معاك وتيسمعك وخذيجازك واذا انتيك انتي كتسمعيني وربي ما زال معطاكش اليومينا هذا ودست سنوات وسنوات كل شي فيه خير ما عرفشش دعوة انت على الوليدات في الدنيا شنو مخبلك فيها ربي في الاخرة انا عارفة بلي انه محتاجة ديك الاحساس وسهلا ديك لمدقال ولكن صعيب انه تبري لكن حتى شي حاجة فمولانا مخسارة ربما كن جودك الوليدات يخرجوا لك من جنب يوصلك لشي مرحلة لي تمني فيها لو كان يا ربي ما عطت شي همش لي فالحمد لله دائما وابدا على كل شي ربي ما تيضيح تاشي حد وما تنقص تاشي حد واي واحد حطرب فيها الدنيا الا وعنده دور وعنده مهمة وما تنسوش بلي انه الدعاء يخير القدر فضمتوا في رعاية الله وحفظه ما تخليوا شهاد القناة توقف عندكم شاركوا مع احبابكم صحابكم باش الفائدة والعبرة تعم على الجميع ضمتوا في رعاية الله وحفظه تلقوا بعض الطاقة ان شاء الله شكرا على التعليق جيركم وحبكم وسلام سلام